اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في قناتكم انجليش لانجوج لتعلم اللغة الانجليزية كذلك في اطار فانكشنز في هذا الفيديو مشاهدين سوف نتعرف على بعض المصطلحات المتعلقة ب كاباسيدي الطاقة والقدرة وكذلك عكسها الذي هو انكاباسيدي اي العجز وعدم القدرة ولكن قبل ان نبدأ هذا الفيديو اذا كنت جديدا في مشاهدة فيديوهات انجليش لانجوج فلا تبخل علينا بالاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس ليصلك جميع فيديوهاتنا اذا الان سوف نبدأ على بركة الله اذا سوف نبدأ بالمصطلحات المتعلقة بكاباسيدي القدرة والطاقة اذا اول مثال معنا وهو I bet I can't jump higher than you انا اراهنك على انني استطيع القفزة اكثر منك او اعلى منك اذا I bet اي انني اراهنك اي كان يمكنني واستطيع jump أن أقفز higher than you أي أعلى منك إذن هنا المصطلح الذي يعني القدرة والطاقة وهو can تستطيع ويمكنك فيعل شيء ما إذن القدرة والطاقة لديك capacity مثال آخر لدينا she can speak six languages she can speak six languages هي يمكنها التحدث بستة لغات ok she can هي يمكنها وتستطيع speak أن تتحدث six languages ستة لغات إذن كذلك هنا المصطلح لدينا can can أي يمكنها وتستطيع إذن الcapacity الطاقة والقدرة مثال آخر لدينا you'll be able to run again in about a week you'll be able to run again in about a week سوف تستطيع الجري مرة أخرى خلال أسبوع you'll be able أو نقول you will be able to أوكي إذن well be able to نستعملها كذلك لتعبير عن القدرة capacity أوكي إذن you'll be able to أنت سوف تستطيع ويمكنك لديك القابلية to run again and تجري مرة أخرى in about a week أي خلال أسبوع أوكي مثال آخر don't worry I'll manage to repair the roof don't worry I'll manage to repair the roof لا تقلق سوف أتمكن من إصلاح السقف أوكي don't worry أي لا تقلق I'll manage to أي أنني سوف أتمكن to repair من إصلاح the roof السقف كذلك I will manage to تعني سوف أتمكن أي لدي القابلية مصطلح من مصطلحات capacity I know I could have bought some butter but the shops were all closed I know I could have bought some butter but the shops were all closed أعرف أنني أستطيع شراء بعض الزبدة ولكن المتاجر كلها مغلقة I know أنا أعرف I could have bought أستطيع شراء bought أي شراء من فعل buy لأن هذا الفعل شاذ عند استطرفي في الماضي نقول bought some butter أي بعد الزبدة but the shops were closed ولكن المتاجر كانت مغلقة إذن could have could have كذلك نستخدمها للcapacity money enables people to do a lot of things money enables people to do a lot of things المال يمكن الناس من شراء العزيز من الأشياء money enable people to do a lot of things إذن enable to enable to أي يمكنك enable to إذن هنا يمكن the people الناس to do a lot of things أن يفعلوا العديد من الأشياء sleeping helps me feel better sleeping helps me feel better النوم يساعدني على أن أكون بخير جدا sleeping sleeping helps أي أن النوم يساعدني feel أن أحس better أي بتحسن إذن كذلك helps كذلك helps من مصطلحات التي نستخدمها للتعبير عن capacity they they succeeded in handling the situation they succeeded in handling the situation هم نجحوا في التعامل مع الوضع they succeeded in they succeeded in أي هم نجحوا في لديهم القابلة والقدرة لذلك نجحوا في they succeeded in handling the situation أي التعامل مع الوضع إذن الآن سوف ننتقل إلى المصطلحات المتعلقة بعكس capacity وهي incapacity العجز وعدم القدرة it's difficult for me to understand his argument it's difficult أو نقول it's too difficult أو it's hard for me to understand his arguments إنه صعب جدا بالنسبة لي أن أفهم حجج أو قلنا نقول it's hard for me to إذن هنا نعبر عن عدم القدرة والعجز okay it's difficult for me to understand his arguments sorry sir it's quite impossible for us to give you an immediate answer sorry sir it's quite impossible for us to give you an immediate answer آسف سيدي إنه مستحيل تماما بالنسبة لنا أن نعطيك جوابا فوري okay إذن sorry sir it's quite impossible for us to it's quite impossible for us to إذن هذه العبارة تعني العجز وعدم القدرة إذن مستحيل تماما بالنسبة لنا إذن العجز to give you an immediate answer أن نعطيك جوابا فوري he can't even use a screwdriver he can't even use a screwdriver هو لا يستطيع حتى استخدام مفك البراغي okay he can't إذن هنا عكس can يمكنني وأستطيع والعكس هو can't إذن لا أستطيع ولا يمكنني okay إذن he can't even use screwdriver هو مفك البراغي okay they didn't manage to open the garage door هم لا يستطيعون أن يفتحوا باب المرآب أو باب وشة العمل okay garage door they didn't أو نقول they couldn't okay they weren't able to finish in time they weren't able to finish in time هم لم يستطيعوا أن ينتهوا في الوقت they weren't able to أي لم يستطيعوا لم تكن لهم القدرة to finish in time أن ينتهوا في الوقت إذن they weren't able to إذن العكس هنا النفي able to وهنا weren't able to sorry I'm totally unable to go to this interview sorry I'm totally unable to go to this interview آسف أنا غير قادر تماما على الذهاب إلى هذه المقابلة sorry آسف I'm totally unable to أنا غير قادر تماما to go to this interview الذهاب إلى هذه المقابلة إذن I'm totally unable to إذن غير قادر تماما when I was a child I couldn't ride a bike when I was a child I couldn't ride a bike عندما كنت صغيرا لم أستطيع أن أركب دراجة when I was a child عندما كنت طفلا I couldn't لم أستطيع أو could not couldn't أو could not لم أستطيع ride a bike أن أقود دراجة إذن couldn't couldn't she is incapable of telling the truth she is incapable of telling the truth هي غير قادرة على قول الحقيقة she is incapable of إذن she is incapable of أي أن غير قادرة telling the truth أن تقول الحقيقة high taxes will not enable the economy to recover أي الدرائب المرتفعة سوف لن تمكن الاقتصاد من التحسن والانتعاش will not enable will not enable أي سوف لن تمكن the economy الاقتصاد to recover أي أن يتحسن وينتعش إذن وصلت الجمل المتعلقة بcapacity القدرة والطاقة وإن capacity العجز وعدم القدرة إلى نهايتها أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الأمثلة مجموعة العبارات التي سوف تستخدمونها للتعبير عنها إذن مشاهدين شكرا لكم على حسن التتبع شكرا لكم على مشاهدة قناة English Language بالتوفيق لجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر